تعديلات اللي طرأت على تعليمات نقل الركاب من خلال التطبيقات الذكية بدنا نحكي سريعا بس ايش هم التعديلات اللي صاروا طبعا التعديلات فيها شروط تنطبق على الشركة اللي عندها التطبيق الذكي وبرضو نفس السائقين للمركبات الخصوصية لو بدنا نبلش بالبداية بالسائق طبعا المركب الخصوصية لازم يكون عنده شهادة عدم محكومية لازم يكون عنده شهادة تدل على انه هو ليس موظف عام طبعا فيه شروط كثيرة ولكن هذول كانوا أهمهم أما بالنسبة للمركبة اللي بيقودها لازم تكون مرخصة مكيفة في معايير معينة للمحرك وبطارية السيارة طبعا بتدروا تراجعوا موقع رؤية الإخباري رؤية نيوز لحتى تعرفوا ايش هم التعديلات كاملة وتعرفوا كل التفاصيل المتعلقة بالموضوع طبعا هذا الاشي هو جدا مهم صراحة أنه وصلوا بالآخر الحكومة لقرار يرضي الجميع ويكون المواطن مؤمن على حاله هو راكب بالمركبة اللي بيطلبها من أحد التطبيقات هلا أنا صراحة عملت حادث آخر فترة فما معي سيارة فصرت أتستخدم التكاثر بتكون على من خلال هذول التطبيقات فلما صارت المشكلة وتوقفوا التطبيقات صراحة كثير استصابت يعني صار في صعوبة أنه بنات تروح على الشارع وتوقف تكسيو اللي هي الطريقة التقليدية فكثير هذا الموضوع عم بيسهل حياتنا كبنات كشباب عم بيساعد الشباب اللي عم بيشتغلوا على السيارات من خلال التطبيقات فليش نعمل هاي القصة؟ يعني فيه ناس أكيد رح يظلهم يستعملوا التكاسي الصفرة العادية وفيه ناس رح تحب موضوع التطبيقات وتستسهلها وبالتالي أنهم يطلبوا من خلال التطبيق لأنه الموضوع جدا أسهل وأبسط فليه نعمل هاي هذا الحرب اللي هو أنه أنا بدي أرفع قضية على تاعة لتكسي التطبيقات عشان أنا مو قادر أطلع نفس الدخل اللي كنت أطلعه تعاونوا مع بعض هاد رح يشتغلوا هاد رح يشتغل كلكم رح تستفيدوا بالآخر مش بس شخص واحد اللي رح يستفيد فخلص خلوا الأمور ماشي مجدورة نعمل مشكلة على التطبيقات هناك جزئيتين للوضوع جزئية سائق المركبة اللي بيستخدم هذول التطبيقات أو بيعمل عملية توصيل الناس عن طريق هذول التطبيقات وسائق التكسي الخلاف طبعا دائما يحل بمشكلة اللي هو الرزق على رب العالمين وأكيد ما اختلفناش على الموضوع نحكي من جانب آخر للموضوع غير الجانب الديني اللي هو مبدئيا ما في حدا بيخرب على رزق حدا كيف يعني كل حدا إلوزبونه على سبيل المثال أي شارعين رئيسيين بعمان أو بأي محافظة في المملكة انت بتقدر تاخد تكسي تطلع هذا المشوار وبتقدر تطلع بباس تاخد هذا المشوار تواجد الباس والتكسي بنفس الشارع ما أذاش ولا واحد فيهم هذا إلوزبونه وهذا إلوزبونه التطبيقات هذولة لهم زبينهم في بعض الناس يمكن اللي بيلاقي صعوبة نوصل للشارع الرئيسي اللي حتى يطلب تكسي أو ياخد تكسي بضطر أن يستخدم هذول التطبيقات طبعاً الإشي اللي بيزيد صراحة شوية عدل على الموضوع أنه نفس سائق التكسي بيقدر يسجل سيارته على هاي التطبيقات بحيث أنه أنا ممكن مش أطلب سيارة خصوصي بطلب سيارة عمومي اللي هي سيارة التكسي هل عارفين أنه نقطة إخواننا اللي هم سائقين التكاسي بموضوع طبعة التكسي ولكن أصلاً طبعة التكسي وسعرها المبالغ فيه هو أصلاً خطأ وجزء من حل الخطأ أنه هلأ الوضع الطبيعي واحد من التأثيرات الجانبية لهذا الموضوع أنه يرجع ينزل سعرها لأنه مش من المنطق السعر اللي كان مفروض على طبعة التكسي ولا أي شخص بده ينزل طبعة التكسي أو يفتح مكتب تكسي صح فانانا شو رأيك للموضوع أولاً أنت في الأردن شغلي برتفع سعرها بدو ينزل بعدين طبعة التكسي بدو ينزل سعرها ماشيها بس لازم من نظرة شوف لا لا تركك منطقي أيضاً بالعكس منطقياً لأنه سيكون عند الناس مجال تاني أنا أنا لا نوعاً نقطة أنا نقطة أنه أنت في بلد ترتفع في الأسعار ما تنزل إلا الألماس مبارح إذا أنت ناوي مثلاً لا أنت ناوي عادل أنا لا يسلم محباباً يعني نذهب اليوم نشطي ألماس شوف نحن لديك ألماس الآن الجيد نقطة أنه يطالب وكل سائق يكون معه وعدم محكمية وإن شاء الله يا رب يطبقوها أيضاً عدم المحكمية هاي مسألة مسألة أخرى الجيد يا أخي في التطبيقات أنه ما بيقول لك مش في طريقي معه بالغالب معه فكة معه فراطة ما بيسمعك أغاني غريبة سيارة نظيفة مثلاً يعني في بعض النقاط الجيدة إن شاء الله يوصلوا لها سائقية التاكسي الأصفر وقتها والله لا بنطلع بتطبيقات ولا هذا طب للأمانة بس إحنا كمان برضو عشان ما نشملش الجميع في الموضوع الموضوع ما بيخلق إحنا عمالنا بنحك أنه في بعض الأشخاص اللي مثلوا هاي الفئة بيكون عندهم ممكن هاي التصرفات ولكن في بيكون في إلنا إخوان سائقين تاكسي بجننوا ما شاء الله عليهم ولكن يمكن بعض الأشخاص أثروا على سمعة البقية ونرجع للنقطة الأساسية ما فيش حدا عماله بيسحب زبون حدا طول عمره فيه ألف نوع من أنواع السيارات والمطاعم وما إلا ذلك من أمور فختام الموضوع إحنا مع التطور التكنولوجي بغض النظر إشكال نوعه موسيقى 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 موسيقى